لماذا نحن نحارب إلى اليومًا يقول المسلم سيدتنا عائشة؟ السيد عائشة استلاح لا يقوله أهل الخلاف فقط بل يقوله حتى المنافقون منا والبتريون منا من المعدودين ضمن الشيعة مع الأسف السيد عائشة يقول مع أن النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه يقول لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إيك سيدًا حشركم الله معه في يوم القيامة مضمون الحديث لماذا نحن نحارب هذا المنطق؟ لأن المسلم إذا تربى على أن هذه الكبيرة كبيرة عائشة سيدة وما أدري أبو بكر سيد سيدنا أبو بكر عمر سيدنا عثمان سيدنا معاوية سيدنا فسيطيعهم ويمضي على منهاجهم فيخرب الدين وتسفك دماء المؤمنين وهذا ما يجري اليوم لولا أن أبا بكر في يومنا هذا سيد لبعض المسلمين لما تحولوا إلى إرهابيين يحرقون الناس أحياءً اقتداءً بسيرة سيدهم أبي بكر يوم أحرق الناس أحياءً لولا أن بعضاً من الناس يرون أبا بكر سيداً لما نشأت التنظيمات الإرهابية داعش غير داعش نحن علينا مسؤولية شرعية وأخلاقية وإنسانية عظمى أن ننسف سيادة أبي بكر هذه وسيادة عائشة قانون إسلامي ممنوع أن يقال أو يعبر عن أبي بكر أو عمر أو عائشة أو غيرهم من الطغاة المستكبرين يعبر عنهم بالسادة ممنوع هذا قانون لا بد أن يصدر تحصيناً للمجتمع تأميناً للمجتمع هذا العهد سيبدأ عهد الكنس كنس القاذورات عهد التصفية تصفية الأمة من الشوائب لولا طاعة أولئك وهؤلاء لأولئك الكبراء وهؤلاء الكبراء لما وقعت الفتن والقلاق والكوارث ولذا يحذر أمير المؤمنين يقول ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا تكبر صار عندهم تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرةً لقضائه ومغالبةً لآلائه إلى أن يقول فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته اعتبار لتمشي كالأعمى وراء المستكبرين